نستمع إلى فرانسواء أولاند الآن كان هناك هجوم قد حدث في شانزيليزي وكان استهدف شرطة وأيضا السيارة التي كانت تقلهما أحد الشرطة قتل وأخران أصيب بجروح وطبعا كان هناك أيضا مرة قد أصيبت والمهاجب قد تم السيطرة عليه من قبل الشرطة آخرين كل الشارع تمت محاصرته وإغلاقه وأولئك الأشخاص الذين كانوا هناك تم إخلاؤهم من المكان أو إجلاؤهم من المكان ونحن مقتنعون بأن الطرق التي يمكن أن تأخذنا أو تذكر كل الحقيقة من خلال التحقيقات هي أن هذا الحادث إرهابي مكتب مكافحة الإرهاب قد فتح تحقيقا وهو الذي سيقود هذه العملية لينظر في الدوافع وأيضا المشبوهين الآخرين والمتورطين المحتملين لقد دعوت غدا صباحا لاجتماع أمني حتى نضمن بأن تحرك قواتنا الأمنية الشرطة والدرك وغيرهم يكونون في أعلى المستويات وطبعا كان ذلك الحال منذ عدة أشهر ونحن حذرون دائما فيما يخص خاصة أثناء الحملة الانتخابية وأثناء هذه الانتخابات ولكن الجميع سيعرف الآن بأننا طبعا نفكر في عائلات الشرطي الذي قتل وأيضا لأقارب الشرطيين المجروحين وسيكون هناك تكريم لهذا الموظف الشرطة الذي قتل بجبن علينا كلنا أن ندرك بأن قواتنا الأمنية تعمل عملا صعبا للغاية وأنها معرضة للخطر ولقد رأينا هذا المساء والوضع طبعا دائما صعب وأنني هنا أؤكد التزامي تجاه الشرطة والجيش وغيرهم من قوات الأمن فإنهم يعملون لحماية الأمن وحماية مواطنين فكل ذلك كل ما في وسعنا ينبغي فعله ونقدم لهم طبعا كل الوسائل ليقوموا بعملهم وذلك طبعا في إطار احترام القانون وبثقة الوطن هذه هي الرسالة التي أود قولها اليوم إذن هذه الرسالة ليست فقط لقوات الأمن إنها رسالة إلى الشعب إنهم مؤمنون ويجب علينا فعل ذلك وهم مؤمنون وكل الإجراءات سنتخذها لفعل هذا ولكن المبدأ والقاعدة الذي ينبغي أن نذكره دائما هو الثقة والتضامن ودعم الوطن لقوات الأمن هذا هو تفكيري اليوم وطبعا بمأساة وخاصة بأولئك الذين قاموا بعملهم وأيضا لعائلات الشرطيين المجروحين وأيضا لعزمنا لفعل كل شيء حتى نكافح الإرهاب هنا وأيضا في كل المناطق التي ننخارط فيها شكرا ترجمة نانسي قنقر